في كل يوم يمر على الأزمة الراهنة تصر قطر على الابتعاد عن الحل المنطقي بقبولها لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في خطوة تصعيدية أعلنت قطر عن عودة سفيرها إلى طهران وهو ما تم بالاتفاق بين الطرفين بطلب من قطر وقد نشرت مؤخرا صورة يظهر فيها وزير الخارجي الإيراني وهو يعتمد أوراق السفير القطري في طهران ليبدأ أعماله رسميا ها هي الأزمة تدخل شهرها الثالث دون رقبة من قطر بحلها ودائما ما تختار التعقيد والتصعيد ففي الوقت الذي تسعى المملكة العربية السعودية جاهيدة في تسهيل إجراءات الحج القطري الذي منعته بلاده بغرض التسييس ترمي الدوحة بنفسها للحضن الإيراني وتعيد سفيرها إلى طهران بطلب منها وهذه صورة وزير الخارجية الإيراني يعتمد أوراق السفير القطري ليبدأ أعماله رسميا صورة تنبئ بعدم رقبة قطر بحل الخلاف حاضرا ومستقبلا هذه الخطوة لم تكن مستبعدة على الإطلاق ما هي إلا انتقال من الخفاء إلى العلن فالعلاقة القطرية الإيرانية لم تكن يوما خافية وما تضامن الدوحة مع الرياض بسحب سفيرها من طهران في مطلع العام الماضي ما هو إلا تضامن صوري تلك التقية التي تمارسها قطر على أشقائها ودعونا لا ننسى وجودها الصوري في درع الجزيرة والتحالف العربي ففي الحالتين كانت المواجهة ضد المشروع الإيراني وكانت قطر جزءا من تلك المواجهة لخدمة الطرف الذي تدعي محاربته بهذا التقارب الذي تسعى له قطر أكثر من أي وقت مضى يفتح الباب مجددا أمام إيران ويسمح لها بالتطاول واستفزاز المنظومتين الخليجية والعربية وتتخذ من قطر منصة فهل تدرك الدوحة أنها أمام اختراق إيراني من شأنه أن يعقد ويطيل أمد الأزمة الراهنة ولعل الهاجس الأكبر هنا هو التطلع المنشود بين الطرفين الإيراني والقطري وهو التعاون في كافة المجالات وبالنسبة للطرفين فإن مجال دعم الجماعات الإرهابية قاسم مشترك يحمل وجهات نظر متقاربة والشاهد على ذلك دعم الطرفين لحزب الله وجماعة الحوثي والعناصر الإرهابية في البحرين والقائمة تطول